اليوم عيد ميلاد نادر زينت ماما البيت بالبالونات الملونة الكبيرة والشرائط اللماعة ما أجمل هذه البالونات إنها جميلة جدا هل أستطيع الحصول على بالون؟ طبعا يا حبيبتي أريد بالون أخضر اللون وحب اللون الأخضر اختاري ما تشاين يا صغيرتي حضرت ماما قالبا من الحلوى لذيذ الطعم ووضعت فيه أربع شمعات صغيرة شكرا يا ماما عيد سعيد يا نادر أحبك كثيرا حبيبي كان نادر يساعد أمه في ترتيب المائدة فجأة دخلت فراشة صغيرة من الشباك واقتربت من نادر ووضعت على رأسه تاجا جميلا مزينا بنجمة صفراء كبيرة كل عيد أنت بخير يا صديقي نادر شكرا لك يا صديقة فرفورة هل تبقى هنا مع إلى الاحتفال بعيد ميلادي؟ بكل سرور يا صديقي نظرت جنى إلى تاج نادر وقالت آه ما أجمل هذه النجمة أنا أيضا أريد نجمة ضحكت الفراشة فرفورة وقالت لها أنا سأساعدك يا جنى رسمت الفراشة نجمة كبيرة على ورقة ثم غطت جناحيها بالتلمين الأصفر ولونتها كم هي جميلة هذه النجمة شكرا لك يا صديقة فرفورة بعد قليل وصل أصدقاء نادر وقد حمل كل منهم هدية وضع نادر الهدايا على الطاولة ثم قال لهم شكرا لكم أصدقائي أحبكم كثيرا تجمع الأصدقاء حول الطاولة فأضاءت ماما الشموع وأطفأت الأنوار فجأة رفرفت الفراشة فوق رأس نادر ثم طارت فوق قالب الحلوى وراحت تغني بعد الاحتفال بالعيد قالت الفراشة للأولاد من يريد أن يرسم أشياء جميلة ويلونها؟ أنا سأرسم نجمة وأنت يا نادر ما ستريد أن ترسم؟ أريد أن أرسم هدية وأزينها بالدوائر والنقاط بينما كان نادر يرسم كانت الفراشة تطير فوق رأسه كان نادر فرحا جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر